دكتور إذا أضفنا لهذا ما تقوم به جماعة الحوثيين من عمل ممنهج في إخراج طلبة المدارس نحو الجبهات والقتال أو الذهاب بطلبة المدارس نحو مدارس طائفية مفخخة بالفكر الممتلع بالعنف ما الذي ينتظر اليمن في المستقبل من مخرقات التربية والتعليم؟ نسمع بين الحين والآخر حوادث قتل في مناطق سيطرة الحوثي الطفل أو طالب صغير يقتل أبا أو يقتل أمة هذه بداية النتائج وعندما يتخرج هذا الجيس ستدخر كوارث أخرى لن تقتصر على الأسرة وإنما تنتدي للمجتمع وإلى الدول المجاورة طبعا لا بد أن يكون هناك دور كبير للمجتمع الدولي في هذا الموضوع لا بد أن يكون هناك دور كبير للمنظومات الدولية المعنية بالطفل كاليونسوف واليونسكو والأليسكو أنت تدق الجرس على الجوار وعلى المجتمع الدولي؟ بدون شك نحن اليوم في البحر الأحمر تقطع الطرق والسفن المار عبر هذا البحر ما السبب؟ السبب هو وجود جماعة خارجة عن النظام والقانون لا تعرف قوانين لا تعرف سلم هي تعرف الحرب تعرف الدمار فالحرب اليوم وصلت إلى كل العالم بقطع البحر الأحمر وفيما يتعلق بطلبة المدارس ماذا تقول للعالم وليس فقط اليمنيين؟ أقول للإقليم المجاور خاصة قبل أن أقول العالم بأن هذا لغم موجود سينفجر علينا وسينفجر على جيراننا بشكل كبير ويؤدي إلى كارثة لن نستطيع إيقاف هذا الجيل القادم إذا لم نتدارك الأمر الآن ويتم الحسم العسكري أمام هذه الجماعة مسألة اتفاقيات ومصالحة لا تجدي هذا وباء خبيث سيستمر في الانتشار وإن أعطيها بعض المهديات إلا أنه في الأخير سينتشر ويقضي على البلد والبلدان المجاورة تحذيري واضح بأن هذه ألغام موجودة ستنفجر في يوم الماء